بالنسبة لنحن وبكل وضوح هو ليس أولوية لم يحسم لم يناقش نحن سنناقشه داخل المصار نحن مثلا كحزب الوطد الاشتراكي لدينا موقف وتصور في هذه المسألة ولكن سنناقشه داخل المصار من أجل اتخاذ مصار التوحيد من أجل اتخاذ موقف مشترك ولكن بالنسبة لنحن صراحة الأولوية القصوى الآن هي ترتبط ببناء حزب قوي وكبير للوطد التوحيد هو الأولوية وهذا المصار وضعنا فيه رزنامة زمنية تتجاوز مثل الانتخابات نحن عنا ستة ندوات يعني إقليمية سنجوب بها كل البلاد طولا وعرضا ثم سوف نذهب لرفاقنا في المهجر للقيام بندوة في المهجر ثم لدينا يعني ندوة للشبيبة وندوة للمرأة أظن أن هذه الرزنامة سترتبط بجانفي القادم أو بمارس ورمزية ثلاثة جانفي بالنسبة للوطد والشهيد فاضل ساسي وكل محمد هماني وشهداء الوطد وشهداء الأرض والحرية والكرمة الوطنية أو ربما ثلاثين مارس ورمزية يوم الأرض لذلك نحن ما نعتبرهاش أولوية ما نش نفكره في الترشيح ونحن نعتبره أنه بناء جهاز ما نعتبرهاش أولوية نحب نفهمها أكثر معني ما كمش معنيين بخوض غمارها بترشيح أحد من الوطد وإلا تنجم وتدخل في إطار السباق الانتخابي عن طريق دعم نحن لنا معنيين بالترشيح لنا معنيين بالدعم معنيين ببناء الحزب والتوحيد ولكن عنا أطر حزبية داخل كل حزب ولكن والأهم عنا إطار للمسار سنناقشه نحن نحب ونبنوا بني حقيقية وصحيحة تستجيب كيف ما قال سرحان الحلمة شكري لأنها حلمة شكري وحلمة كل أجيال الوطد وسنتجه كيف ما قلت لكل أجيال وسنبذل الغالي والنفيس ولن تكون مسألة الانتخابات عقبة أخرى أو ربما مسألة تكتيكية قد تؤثر على هذا المسار لأنه أولويتنا القصوة كيف ما قلنا أن نعيد الاعتبار للوطد أن نعيد الاعتبار لإرث الشهيد شكري بالعيد وإرث مصفة بيب وإرث كل شهداء هذا الخط من أجل أن نكون بديرا حقيقيا لتونس أخرى ممكنة لأنه هذا هو الأساسي بالنسبة لنا